ترجمة نانسي قنقر تأتي زيارة سموه الاتحادي كرة القدم والعاب القوى في باكورة الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه للاتحادات والأندية الوطنية منذ تولي سموه رئاسة الهيئة العامة للرياضة بهدف الاطلاع على الخطط والبرامج التي تنفذها الاتحادات والأندية والجهود التي تقوم بها في سبيل الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومنتسبها التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال زيارته للاتحادين برئيس الاتحاد البحراني لكرة القدم سعادة الشيخ حلي بن خليفة الخليفة ورئيس الاتحاد البحراني لألعاب القوى السيد محمد عبداللطيف بن جلال وعدد من أعضاء ومنتسبين اتحادين أشهد سموه بالجهود الكبيرة التي يبدلها الاتحادان من خلال إقامة الفعاليات والمسابقات المحلية وتهيئة الأجواء المثالية لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للمشاركة في مختلف البطولات بالصورة المشرفة والتي تدفع المنتخبات للمنافسة على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تضعف لسجل الرياضة بالمملكة موجها سموه الاتحادين إلى زيادة برامج دعم الرياضيين واكتشاف المواهب قال سموه نسعى من خلال زياراتنا للاتحادات الوطنية والأندية لنكون قريبين من أعضاء ومنتسبي جميع الجهات الرياضية لتعزيز سياسة الباب المفتوح والتأكيد على النهج الذي ستسير من خلاله المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة والذي يرتكز على العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الألعاب الرياضية عبر دعم تلك الجهات وتهيئة كافة سبل النجاح لتحقيق طموحاتها لتكون قادرة على استمرار الجهود لتحقيق المزيد من المنجزات في القطاع الرياضي قد استمع سموه إلى إجاز من رئيسي الاتحادين حول خطط ومستقبل اللعبتين في مملكة البحرين في ضوء الانجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية لللعبتين بما يضمن مواصلة مسيرة النجاح والانجازات على جميع المستويات المحلية والقرية والدولية من جهتهما قدم رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى شكرهما إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليف على تفضل سموه بزيارة الاتحادين مؤكدين أن هذه الزيارة تتعكس التقدير الكبير الذي يوليه سموه بجميع الاتحادات مضيفين أن الزيارة تتعكس حرص واهتمام سموه على دعم الاتحادات من أجل النهوض بالألعاب وتطوير مستوياتها لتحقيق أعلى معدلة النجاح اشتركوا في القناة